الأحمر هو رمز البطولة بس بالمناسبة بكرة المباراة الأهلا يرتدي زي البديل لأنه بالتأكيد بيلعب خارج مصر لكن اللون اللازرق دايما برضو كان رمز البطولة ورمز الانتصارات في ملعب رادس في جميع المباراة أمام الترجي وأمام السفاقسي حتى أمام النجم الساحلي في العديد من المباراة لكن طبعا في رادس لنا حكايات والكل يا مقال وعاد وزاد في هذه الحكايات إن شاء الله بإذن الله بكرة تكون حكاية جديدة من حكايات الأهلي في تونس مع أشقائنا بالتأكيد في تونس في مثل هذه التظاهرات الرياضية مباراة الرياضية على أعلى مستوى الكل شايفها أنها نهائي مبكر لأن لو بنتكلم عن 2018 2019 الترجي هو حامل اللقب 2020 الأهلي هو حامل اللقب 2017 الأهلي كان موجود في الفاينال فأنت بتكلمه عن اتنين أو فرقتين من قمم الكرة الإفريقية والعربية الأهلي والترجي التونسي لذلك حتى الترجي لما حاب يحضر جمهور على مدار البطولة أول ما اختارت حضور الجمهور اختار وقت مباراته مع النادي الأهلي ده عشان قيمة ومكانة واسم النادي الأهلي بيد المباراة حجمه وقمته ومكانته فبالتالي كان حريص أن يكون فيه جمهور حتى لو بيع عدات قليلة 5000-7000 لكن هو عايز يحضر جمهور في مثل هذه المباراة الكبيرة ومش هيلاقي أكتر أو أهم من مثل هذه المباراة ومباراة الأهلي في نصف نهاية دورة أبطال إفريق لأنه شايف من وجهة نظره ممكن تكون عامل إيجابي بالنسباله لكن طبعا لو رجعنا للتاريخ بالعكس وجوده جمهور بيكون دافع قول الأهلي في ملعب ردس طيب النهاردة زي ما ألتلك اليوم كان مليء بالأخبار والكواليس والتفاصيل الكثيرة في تونس النهاردة بنتكلم عن ليلة المباراة قبل مباراة القمة غدا ب24 ساعة فبالتالي الاجتماع الفني النهاردة كان صباح اليوم في مقر إقامة فريق نادي الترجي التونسي سامير عدلي المدير الإداري وأيضا كمان بحضور مسؤولي نادي الترجي التونسي رياض بن نور مدير أو رئيس فرع كرة القدم في نادي الترجي التونسي وبوجود الحكم فيكتور جوميز مرائب المباراة المنصق العام كل الإجراءات اللوجستية الموجودة بالتأكيد فيه خلال هذه المباراة كابتن سيد النهاردة في سياق الاجتماع الفني تكلم في نقطة مهمة جدا ألا وهي تقنية الفيديو بروتوكول الفار كابتن سيد ركز وأكد على هذه الجزئية في ظل أن تقنية الفيديو خلال الثلاث سنوات الماضية لما كانت بتتجرب هذه التقنية في تونس كان بيبقى فيها مشاكل متعلقة بالتنفيذ إما الأدوات بتتأخر إما المعدات ما بتكونش جاهزة أو بيحصل انقطاع في التقنية أثناء المباراة فبالتالي كابتن سيد النهاردة كان بيأكد وده حق أصيل بالمناسبة للفريق الضيف أو حتى الفريق المضيف أنه بيأكد على وجود التقنية وأنها تكون شغالة بشكل جيد جدا حقك في الاجتماع التنصيق والاجتماع الفني أنك تأكد على ده وتطلب ده لأن ده شرط أساسي من شروط مباريات هذه المرحلة بعد قرار إدارة الاتحاد الإفريقي بوجود تقنية الفيديو ده نقوا على الشاشة هذه اللقطات خاصة وحصرية مش هتشوفوها في أي حتة إلا من خلال شاشة القناة الآلي والنهاردة كان فيه تغطية ورصد ليه كواليس وجود تقنية الفيديو بروتوكول الفار في ملعب رادس بالأمس وصلت التقنية ووصلت كل المعدات في ملعب رادس والنهاردة كان فيه تجربة من قبل الحكام ومن قبل طبعا التقنيين والفنيين في ملعب حماد العقربي برادس عشان يشوفوا إمكانية تطبيق التقنية قبل الغد كله النهاردة كان حوالي الساعة 3 العصر وزا ما تشايفين هذه اللقطات خاصة وحصرية وده دور مهم جدا لازم ننقله لكل جماهير النادي الأهل في كل مكان لأن الأهلوية في كل حتة بعد الأحداث اللي كانت موجودة في البطولات الإفريقية السابقة في العهد السابق للاتحاد الإفريقي كانت فيه مشاكل كتير قوي بسبب تقنية الفيديو فالسؤال الأهم بغض النظر عن نواحي الفنية هو الجزء اللوجستي الجزء التنسيقي تقنية موجودة ولا لا المعدات عدت من جمارك ولا لا التقنية هتشتغل ولا لا كل دي أسئلة الجمهور بيسألها من قبل المباراة بحوالي أسبوع عشر تيام فبالتالي لما تكون قناة الأهل وكاميرا الأهل موجودة في تونس أول حاجة نركز عليها اللي احنا لازم نرسل ده ونبروز ده لكل الجماهية قدامكم طبعا التقنية الحمد لله كانت موجودة خارجت من الجمارك كانت بالأمس موجودة في ملعب برادس والنهاردة كان بيتم التجربة بالتأكيد مع الطاقم التقني اللي بيشغل هذه التقنية من خلال تصوير التلفزيون التونسي لهذه المباراة اللي هو بالتأكيد بينتج هذه المباراة الكابتن سادي النهاردة بس في جزئية الفار أكد على حاجة مهمة جدا قال ضرورة عمل الفار ويكون بكفاءة عالية حفاظا على حظوظه الفريقية مش بيتكلم على حظوظ الأهل بس لا انت بتتكلم على حظوظ الفرقتين في هذه المباراة المهمة فبالتالي كان مهم جدا الكابتن سادي يسجل هذه النقطة فيه الاجتماع الفني وده حق أصيل لكل فريق في الاجتماع التنصيقي إذا كان ليه طلبات أو ليه تعليقات على بعض الأمور بيقولها والمراقب ما عليه أنه هو يسجلها لأن محظر الاجتماع الفني بيبقى مهم جدا في أي قرارات أو في أي أمور بعد نهاية المباراة طيب الخبر التاني اللي معايا وهو متعلق بقى بالزي الأساسي والزي الاحتياطي النادي الترجي بالتأكيد هو صاحب الملعب والمباراة فبالتالي يرتدي الزي الأساسي ليه الأهل بيرتدي الزي الأصلي ليه اللون الأحمر فبالتالي يكون فيه تداخل فالأهل يرتدي الزي الاحتياطي وهو اللون الازرق ودايما النادي الأهلي متعود لما بيكون فرادس بيلبس الزي الإحتياطي وإن شاء الله تكون الأمور كلها يعني مشى في شكل كويس تم الاتفاق على موعد وصول الفريقين إلى ملعب المباراة المباراة الساعة 6 بتوقيت القاهرة الفريقين لازم يكونوا موجودين في ملعب حمد العقربي قبل المباراة بساعتين تم الاتفاق على عدد البودلاء على الدكة الدكة يكون فيها 9 لعيبة ده بالقرار الجديد للاتحاد الافريقي 9 لعيب على دكة البودلاء مع إتاحة الفرصة في إقامة أو إجراء خمس تغييرات على مدار المباراة كابتن سارد الحفيز كمال قال النهاردة خبر مهم جدا أسعبنا بصراحة لأنه طبعا في ظل جائحة كورونا وتونس حلان كمان دلوقتي في الموجة الرابعة بيبع عندك ألأ من فكرة الصفر والرحلات ورغم أن الأهل طبعا بالتأكيد بياخد إجراءات احترازية على أعلى مستوى منذ أن بدأت هذه الجائحة الخطيرة في القرى الافريقية وفي العالم كله سفر بتائرة خاصة وجود عامل مهمات مسؤول فقط عن التعقيم حفاظا على اللاعبين والجهاز الفني وكل أفراد البعثة الإقامة في فنادق بالطبع الإجراءات الاحترازية كل هذه أمور على فكرة البعض ممكن ياخدها عنوين سهلة لكن تفاصيلها فيها شغل ضغيق جدا لأن في النهاية لما بتعمل مسحة كورونا لقدر الله لو فيه لعيب بيبقى إيجابي بتعمل ألأ جوه البعثة لكن الحمد لله على مدار مشوار الأهل في البطولات الافريقية وكاس العالم للأندية سلبية المسحة وكل اللاعبين إن شاء الله الخمسة وعشر اللي اختارهم بيت سمو سيماني موجودين معاه وكلهم الحمد لله النتائج سلبية وجهزين للمباراة ومتمنى لهم التوفيه يا رب في مباراة بكرة النهاردة التدريب الأساسي والرئيس للنادي الأهلي على ملعب رادس كان في نفس توقيت المباراة طبقا للإجراءات التنظيمية في مثل هذه الأحداث الكبيرة الأهلي النهاردة اتمرن الساعة 6 على الملعب الرئيسي الأستاذ حمد العقربي وده الاسم الجديد لملعب رادس وكان تدريب خفيف فيما معنات بتجرب أرضية الملعب بتمشي شوية على أرضية الملعب بتجري بعض التدريبات الخفيفة وفي النهاية التدريب ما بيستمرش أكتر من حوالي ساعة ساعة أوروبا وطبعا بيحضور وسائل الإعلام طبقا طبعا للشروط الإعلامية إن أول 15 دقيقة بتكون متاحة لكل وسائل الإعلام عشان تصوير التدريبات لكن بالطبع ما بيكونش فيه أي لقاءات صحفية قال إن قبل لهذا التدريب بيكون فيه مؤتمر صحفي لكل فريق بوجود كابتن الفريق مع المدير الفني طيب خبر مهم كمان متعلق بأحمد رمضان بكهم كلنا عارفين السوق الحظ اللي بيلازم الأهل في بعض الفترات وبسبب بعض الغيابات بتبقى عندك مواجهات صعبة جدا وكان اللافعون بيت سموسيماني بيتيجي عليه توقيتات بيكون محتاج لعيبة في ظروف معينة لكن للأسف بعض الإصابات القدرية اللي بتيجي ممكن بتمنعه من الاستفادة بكل اللعيبة جابها اليومنا إصابة محمد هاني وعدم سفره في هذه المباراة أحمد رمضان بكهم شعر بالأمس بإجهاد وبالتالي اتعملت أشعة صنارة على العدلة الضم عشان نطمئن عليه الحمد لله النهاردة أحمد رمضان بكهم الجهاز الفني والطبي طمين على حالته وشارك فيه جزء من المران واستكمل باقي الفقرات فيه تدريبات فردية تحت إشراف الجهاز الطبي وأخصائي التأهيل لأن الإصابة اللي عند أحمد رمضان بكهم عبارة عن إجهاد خفيف في العدلة الضمة لكن بإذن الله الكل هيكون على أهبة الاستعداد غدا أكرم توفيق النهاردة كانت طلعت إشاعة والعادي خلال هذه الفترة قبل المباراة الكبيرة إذا ما لقيتش إشاعة عليه علاقة بالصفقات أو بالتعاقدات هتلاقي الإشاعة طلعه يلاعب مصاب مشكلة جوه للفريق غضب مش عارف مين هو دايما كده في مثل هذه المباراة الكبيرة والأهل يدخل على مراحل حاسمة أنه خلاص هيقترب من منصة التتويج فيه ناس بيبقى لها الهدف أن يطلع أخبار ما تفهمش سببها إيه ووراها إيه النهاردة طلعه خبر أن أكرم توفيق مصاب أكرم توفيق خلال تدريبات الأخيرة كان بيتمرن تدريب الكامل جهاز الفن النهاردة خبر رسمي بينفي إصابة أكرم توفيق واللاعب شارك النهاردة في التدريبات وبالتالي الإصابة اللي كانت عرض لها في كدمة أو خد كدمة في أصبة القدم مع المنتخب الأولمبي الحمد لله شفية منها وبالتالي سافر مع الفريق وانتظم في التدريبات خلال الفترة الأخيرة ليعلن جاهزيتهم إن شاء الله في مباراة الغد لكن الاختيارات التشكيل بحدش عارف فيه سرية شديدة جدا على تشكيل فريق النادي الأهلي في مباراة بكرة طيب فيه تفاصيل أكتر ممكن تكون متعلقة بالتدريب تونس النهاردة بالتأكيد كان فيه أمور متعلقة بوجود تقنية الفيديو الاجتماع الفني المؤتمر الصحفي فيه حاجات بالتأكيد النهاردة أكيد حصلت في تونس كسيرة جدا لكن أنا عايز أطمينكم كمان على نقطة مهمة جدا بصراحة بأمانة الاستئبال هناك في تونس كان على أعلى مستوى والنادي الأهلي بقيمته الكبيرة ونادي التراجي بقيمته الكبيرة الاستئبال كان بيعبر عن مكانة التراجي كانادي كبير بيستقبل اسم كبير زي النادي الأهلي وده مش في المطار بس فور الوصول في مطار كرتاج لا لغاية اللحظة اللي أكلمكم فيها التأمين جهود السفارة المصرية بصراحة هناك على أعلى مستوى كل الأمور التنظمية واللوجستية متوفرة للنادي الأهلي بنسبة 100% الحمد لله ما فيش أي حاجة هناك تعكر صفو الفريق قبل هذه المباراة المهمة بالتأكيد النادي الأهلي هيكون فيه نفس التبادل بالتأكيد فيه استقبال الفريق المنافس فريق الترجي وده عادة النادي الأهلي على فكرة يعني حتى إذا قدر الله تم استقباله في أي سفرية وفي أي رحلة أخرى ده بيحصل في بعض السفريات في بعض الدول الإفريقية وبعض البلدان الإفريقية لكن في نفس الوقت النادي الأهلي ما بيحبش هتعامل بالمست لا بيستقبل أي فريق بيجي له بمعاملة جيدة فهذه لكم بقى لما يكون فريق الترجي بيستقبل لأهلي استقبال عظيم زي هذا فأكيد هيكون المعاملة بالمست واستقبال الترجي بنفس القيمة ومكانة النادي الأهلي وأيضا نادي الترجي التنسي طيب وانا بتكلم على التفاصيل والاخبار نهاردة كان فيه مؤتمر صحفي لبيتسو موسماني المدير الفني الجنوب افريقي للنادي الاهلي اتكلم كمان على فكرة بيتسو موسماني خبرة كبيرة خبرة كبيرة في القرى الافريقية وانا بتكلم على بيتسو موسماني نهاردة كان فيه مؤتمر صحفي لكن عايز اتكلم على بيتسو موسماني كمدير فني جنوب افريقي بيقود النادي الاهلي عنده خبرة كبيرة جدا في القرى الافريقية بيتسو موسيماني نقدر نقول من المدربين القلائل اللي حقق دور أبطال إفريقيا مع فريقين مختلفين ده ما حصلش مع كذا مدرب الاثنين كان من ضمنهم الكابتن محمود الجوهري الله يرحمه لكن بيتسو موسيماني حقق دور أبطال إفريقيا عام 2016 مع ساندونز على حساب الزمالك عام 2020 مع النادي الأهل على حساب الزمالك فبالتالي اشتغل مع منتخب جنوب إفريقيا اشتغل في كاس العالم 2010 لصدفته بلده في جنوب إفريقيا اشتغل مع مدرب برازيلي طبعا على أعلى مستوى بيتسو موسيماني عنده خبرات كبيرة جدا في القرى الإفريقية مدرب تجده في مثل هذه الأحداث الكبيرة تجده في مثل هذه المباراة الكبيرة عايز تعرف قيمة المدرب تعرف إمته في المباراة الكبيرة ووقتي لقدر لما بيكون عنده غيابات إزاي بيقدر يشتغل على هذه الغيابات كمان كلامه في المؤتمرات الصحفية وبالمنازل بقولي النهاردة كان فيه مؤتمر صحفي كلامه في المؤتمرات الصحفية جزء من شغله في المباراة الناس تقول لي مع المؤتمر الصحفي انت بتقول تصرحات عشان في النهاية انت بتعبر عن استعدادك للمباراة لا جزء من المباراة هو المؤتمر الصحفي قدامكم على الشاشة بالتأكيد دلوقتي دي أرقام بيتسو موسيماني مع النادي الأهلي في الموسم الحالي محل وإفريقي 34 مباراة لعيبهم أو كان بيقود بيتسو موسيماني فيها النادي الأهلي فاز 21 مباراة تعادل في 9 لقاءات خسر أربع مباراة لي أو أحرز مع الاهلي 59 هدف بينما مني شباك الاهلي بـ 23 هدف بالتأكيد انتوا بتتكلموا على أرقام أرقام كويسة مدرب على فكرة جيف فترة ما كانش فيه فترة أعداد ده جيف شهر أكتوبر قبل لقاء الوداد في نصف نهاية دورة أبطال إفريقيا العام الماضي بحوالي أسبوع عشر تيام دخل على الفريق بسرعة اشتغل راح المغرب فاز على الوداد في كذابلانكا 2 بهدفين ولما جي القاهرة قدر يعمل نتيجة كبيرة وسكور وفاز 3 وتأهل للمباراة النهائية بكنش فيه فترات يقدر فيها يعمل إعداد يختار لعابين يعمل سكواد اشتغل على القيمة وعمل كمان شغل مميز جدا خلال الفترة الأخيرة بيتسو موسيماني وانا بقدم التالي